وثائق الشمس وثائق الشمس إنها وثائق الحقيقة وسيكون الكلام في جزئين وهذا هو الجزء الأول وغدا يأتينا الجزء الثاني إنني أتحدث هنا عن وثيقتين لا أدري كيف أصف أهميتهما الوثيقة الأولى كتاب سليم بن قيس الوثيقة الثانية تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الذي قصدته بوثائق الشمس إنها وثائق الحقيقة الواضحة برغم التحريف والتزييف برغم التكذيب والتشكيك والإنكار وعدتكم في طوايا الحلقات السابقة من هذا البرنامج أتحدث عن برنامج الخاتمة وعدتكم أن أفصل الكلام بخصوص هذين الكتابين لكن البرنامج صار طويلا لذا سأؤجل الحديث بنحو مفصل بخصوص هذين الكتابين إلى وقت قادم إن شاء الله تعالى إذا سنحت لي فرصة مناسبة سأخصص برنامجا خاصا لهذين الكتابين إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله ولذا فإنني سأحدثكم في هذه الحلقة عن كتاب سليم بن قيس وفي حلقة يوم غد سأحدثكم عن تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ابتداء لا بد أن نعرف من أن الكتابين الذين أحدثكم عنهما مراجع الشيعة الطوسيون في الأعم الأغلب يشنون حربا شعواء على هذين الكتابين ما بين منكر لهما جملة وتفصيل وما بين مضعف ومشكك في كتاب سليم وبين منكر بالتمام والكمال لتفسير إمامنا الحسن العسكري التضعيف والتشكيك والتكذيب والإنكار هذا هو موقف الأعم الأغلب من علماء الشيعة الطوسيين بخصوص هذين الكتابين كتاب سليم بن قيس وكتاب تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة لي لا أعبأ بما يقوله المراجع الطوسيون لأنني لا أعرف سخفا كسخفهم ولا أعرف سفاهة كسفاهتهم أتحدث في أجواء العلم الديني السخافة بكلها تتجسد فيهم تتجسد في المراجع الطوسيين في حوزة النجف وكربلة من كبيرهم إلى صغيرهم السخافة بكل معناها تتجسد فيهم والسفاهة هي الأخرى تظهر واضحة على معالم دينهم وما عندهم من شيء يقال له عقل بحسبهم لا يصدر إلا السفاهة والحماقة أتحدث في أجواء معرفة دين العترة الطاهرة من أوضح الواضحات عندي بحسب تجربة الشخصية وخبرة الشخصية وأنا لا أفرض على أحد ما أعتقده إنما أحدثكم عن الذي أعتقده من أوضح الواضحات عندي أن القاعدة التي تقول الصواب في خلافهم الصواب في خلافهم في خلاف من ya في خلاف الذين يخالفون العترة الطاهرة وهذه القاعدة وردتنا عنهم عن العترة الطاهرة من أن الصواب في خلافهم من أن الرشاد في خلافهم في خلاف الذين يخالفون العترة الطاهرة أقولها لكم عن تحقيق دام أكثر من أربعين عاماً من عمري عن تحقيق واسع وموسع في المكتبة الشيعية أولاً وفي المكتبة السنية ثانياً الذي وصلت إليه وأنا أمارسه عملياً أن القاعدة هذه تنطبق على مراجع النجف وكربلاء بنحو يكون أكثر مما تنطبق على علماء الأزهر مثلاً أو على علماء الوهابيين على سائر علماء السنة فهذه القاعدة الصواب في خلافهم الرشاد في خلافهم قطعاً في الحدود التي تطبق فيها هذه القاعدة فهذه القاعدة نحن لا نعمل بها بنحو مطلق وإنما هناك مساحات نفعل هذه القاعدة فيها فما هي بقاعدة مطلقة في جميع الأحوال وفي كل الأوضاع؟ هذه قاعدة تفعل في بعض المساحات في بعض الجهات من الفكر الديني من العقيدة من شؤون الدين العلمية والفكرية فهذه القاعدة بالنسبة لي تنطبق على مراجع النجف وكربلا بنحو يكون أشد يكون أكثر من انطباقها على علماء السنة سأشرح لكم المضمون ولكنني قبل أن أشرح لكم المضمون أقول لكم من هنا من هنا فإن كتاب سليم بن قيس من أوثق الكتب لأن مراجع النجف وكربلا يضعفونه الصواب في خلافهم قطعا هؤلاء يخالفون دين العترة دائما هذا الكلام أثبته بالوثائق والحقائق والأدلة في برامج الكثيرة المنتشرة على الشبكة العنكبوتية مراجع النجف وكربلا هم أجهل النهس بل الأجهل على الإطلاق بدين العترة الطاهرة لأننا لا نتوقع من علماء السنة أن يكون لهم علم بدين العترة الطاهرة يفترض في مراجع النجف وكربلا أن يكون على علم بدين العترة الطاهرة وفي الحقيقة هم الأجهل والأجهل والأجهل على الإطلاق لا يعرفون شيئا من دين العترة مطلقا ومن خلال البحث والتحقيق فإنهم ما اتفقوا أو كادوا يتفقون على إنكار شيء إلا والعترة تناقضهم هم يناقضون العترة في كل المطالب المهمة التي اتفقوا عليها أو كادوا أن يتفقوا عليها يناقضون العترة الطاهرة وكأنهم مجبولون على هذا الأمر أنا لا أقول إنهم يفعلون هذا بسوء نيته إنهم جهال جهال بتمام معنى هذه الكلمة لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة ولذا يخالفون دين العترة الطاهرة دائما دائما أي كتاب من كتبهم يخالفون منهج العترة في ذلك الكتاب أي حديث على المنبر من جهتهم يكون مخالفا لدين العترة أي برنامج تلفزيوني في فضائياتهم يكون مخالفا لدين العترة في الوقت نفسه يدعون أن دين العترة هو هذا ودين العترة بريء منهم بريء منهم منهج شيطاني صرف من هنا فإن كتاب سليم بن قايس من أوثق الكتب وتفسير الإمام العسكري من أوثق الكتب لأن مراجع النجف وكربلاء يضعفون هذين الكتابين الصواب في خلافهم الصواب في خلاف هؤلاء الشياطين الصواب في خلاف منهجهم الإبليسي القذر هذه هي الحقيقة الواضحة بالنسبة لي مراجع النجف وكربلاء لم يؤذوني بنحو شخصي وهذا هو الذي دفعني أن أتكلم آذوني كثيرا لكنهم آذوني كثيرا بعدما تكلمت فكلامي لم يكن منطلقا من أذية شخصية أو من موقف نفسي انفعالي هذه نتائج تحقيق علمي موسع طويل طويل عريض سأشرح لكم المطلب حتى يكون واضحا علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين في الجزء الثاني صفحة 416 باب 315 الحديث الأول الصدوق يقول حدثني أبي بسنده عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال قال أبو عبد الله رفع الحديث إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لم يكن هو الذي قد سمع الكلام من الإمام الصادق وإنما رفعه أسنده إلى راوية حديث آخر قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة العامة إنهم أتباع السقيفة بني ساعد والخاصة إنهم أتباع العترة هذه مصطلحات معروفة في ثقافة أهل البيت أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة الصواب في خلافه الرشاد في خلافه فقلت لا ندري فقال إن عليا صلوات الله عليه إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة الصحابة الصحابة كانوا يخالفون عليا في كل شيء إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لأبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس سقيفة بني ساعد كذبها على العترة بدرجة مئة بالمئة هذه الرواية تتحدث عن هذه الحقيقة إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره فهم يكذبون ويفترون على العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة ولذا فإن دينهم يخالف دين العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة الحديث عن نواصب السقيفة بني ساعد أما نواصب السقيفة بني طوسي أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء إنهم يكذبون بدرجة مئة وعشرين بالمئة الإمام الصادق هو الذي يقول هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة طبعة ذوي القربة قموا المقدسة الطبعة الأولى إنها رواية التقليد وهي رواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين الإمام يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى فيقول ومنهم قوم نصاب هؤلاء نصاب الشيعة هؤلاء نصاب سقيفة بني طوس نصاب سقيفة بني ساعد مر الكلام بخصوصهم في الرواية المتقدمة التي قرأتها عليكم من علل الشرائع هذه الرواية تتحدث عن نصاب الشيعة وتحديدا عن مراجع التقليد عند الشيعة الذين تقلدهم الشيعة إنهم المراجع الذين يوصفون بالأعلم بالأعلى بالزعامة للشيعة بالزعامة للحوزة العلمية الدينية هؤلاء هم ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا لأنهم يقولون نحن شيعة وهم في الوسط الشيعي فلا يقدرون على القدح في العترة الطاهرة ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة والبعض هو الشيء القليل فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا عند نصابنا من أمثالهم في مجالسهم الخاصة المجالس الخاصة لمراجع النجف وكربل تختلف اختلافا كبيرا عن المجالس التي ترتب لعامة الشيع وهذه حقيقة يعرفها معممو النجف وكربل وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه يضيفون إلى ذلك البعض الذي تعلموه من علوم العترة الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه الأضعاف أقلها ثلاثة الأضعاف جمع تكسير وجمع التكسير أقله ثلاثة ثم يضيفون إليه أضعافه وقد يضيفون أكثر من ذلك لكنني سأحسب على أقل احتمال ثم يضيفون إليه أضعافه هذا جمع تكسير وأقله ثلاثة فهم تعلموا بعض شيء من علوم العترة الصحيحة فلنقل من أنهم تعلموا بدرجة عشرة بالمئة ثم يضيفون إليه أضعافه يعني ثلاثين بالمئة يضيفون ثلاثين بالمئة إلى العشرة بالمئة لأن الأضعاف أقلها الثلاثة ثم يضيفون إليه أضعافه وماذا بعد وأضعاف أضعافه وأضعاف أضعافه يعني تسعة في الاحتمال الأقل وربما يكون أكثر من ذلك باعتبار أن الأضعاف ثلاثة فأضعافها تضرب في ثلاثة تسعة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فماذا عندنا عندنا الأضعاف الأولى الأولى كانت ثلاثين أضعاف أضعافها ماذا ستكون ستكون تسعين إذا جمعنا الثلاثين إلى التسعين سيكون المجموع مئة وعشرين مئة وعشرون من الأكاذيب تضاف إلى عشرة بالمئة فأكاذيبهم أكثر بكثير من أكاذيب السقيفة بني ساعد هذا حديث إمامنا الصادق ولذا فإن إمامنا الصادق ماذا قال قال وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هم أضر من النواصب من نواصب سقيفة بني ساعد لأنهم أكثر كذبا الإمام يتحدث هنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة وعن الذين تقلدهم الشيعة عن المشهورين عن المرجع الذي يقال له الأعلى عن المرجع الذي يقال له الأعلم عن المرجع الذي يقال له زعيم الحوزة العلمية عن المرجع الذي يوصف بأنه الإمام لأنه إمام الشيعة في أجواء المرجعية والحوزة فهؤلاء فهؤلاء كذبهم أكثر بكثير من كذب السقيفة بني ساعد هذه النسبة على الإحتمال الأقل لكن الواقع يشهد بأن أكاذبهم أكثر بكثير من هذه النسبة كتبهم هي التي تكشف هذه الحقيقة كواليس حياتهم وماذا يعملون وماذا يفعلون بعيدا عن أعين عوام الشيعة عوام الشيعة حمير حمير ديخيون أتحفوهم 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسمان راحت قل لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة إذية قال توصل وإطمئنن تركبهم يعني ما ش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نب عباردة واحد من الأعلام قبل خمسة قل لي مستعجب مش دارها قلنا تركب يعني غلاغة أبا ميشيني كما تقول غلاغة أبا ميشيني كما تقول غلاغة كان حالة تركب فقوش ديخ عربي فقوش ونص عباط كنا على ثفة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسمان عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وغا ديخ وميش هذا هو واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة وحق حسين وحق حسين هذا هو واقع الشيعة فيما مضى من الأيام وفيما نحن فيه الآن وما سيأتي وما سيأتي يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقسون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا استسلموا لهم واعتقدوا بهم وهكذا علموهم أن يقولوا حطها برقبة عالم واطلع منها سالم فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم الإمام الإمام لا يتحدث عن بعض العلماء الضالين الذين يجلسون في زوايا النجف وكربلاء الإمام الصادق يتحدث عن المراجع المتصدين للتقليد هؤلاء هم الكذابون وهم المفترون وهم الذين ألعنوا من شمر ومن حرملة الإمام هو الذي يقول وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الإمام يتحدث عن مراجع التقليد الكبار لهذا السبب قلت لكم من أن كتاب سليم بن قيس في أعلى درجات الصحة والوثاقة وهكذا الحال بالنسبة لتفسير إمامنا الحسن العسكري لأن مراجع الشيعة يضعفون الكتابين والصواب وكل الصواب وكل الحكمة في خلاف هؤلاء السفهاء هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر وهذا هو منطق العترة الطاهرة إذا كنتم تبحثون عن دين العترة الطاهرة لكن أمرا لا بد أن تعرفوا من أن الكتابين تعرض لتحريف كبير جدا بحيث لا أستطيع أن أقول بلسان الحقيقة عن هذا الكتاب من أنه كتاب سليم بن قيس إذا أردت أن أتكلم باللسان الحقيقة فإنني سأقول هذا الكتاب يمثل ما بقي عندنا من كتاب سليم بن قيس وما وصل إلينا محرفا والكلام هو هو عن تفسير إمامنا الحسن العسكري إذا أردت أن أتكلم بلسان الحقيقة فإنني لا أستطيع أن أقول من أن الكتاب هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري في الحقيقة هذا الكتاب يمثل ما بقي عندنا من تفسير إمامنا الحسن العسكري وما وصل إلينا منه محرفا لكن أمرا آخر لا بد أن تعرفوا برغم كل ما ضاع من هذين الكتابين وبرغم كل التحريف وكل التصحيف التصحيف تحريف ليس مقصودا وإنما يصدر بسبب الضعف البشري فهذان الكتابان تعرض لتحريف مقصود ولتصحيف ليس مقصودا ولكن مع كل هذا فإن الحقيقة لازالت محفوظة في هذين الكتابين كتاب سليم بن قيس كتاب فاضح لسقيفة بني ساعد وأسرارها تفسير إمامنا الحسن العسكري كتاب فاضح لسقيفة بني طوسي وأسرارها ومن هنا كانت الحرب الشعواء على هذين الكتابين نذهب إلى فاصل لما أخمح الحسين يوم عشواء وطلى بأصحابه طلات الصبح قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله سبحانه وتعالى قد أدنا في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصدر والقتال ثم طفهم للحرب وكانوا سبعة وسبعين ما بين فارس وراجل فجعل دؤير بن القان في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة وأعطى رايته أخاه العباس وثبتا هو عليه السلام وأهل بيته في القل وأقبل عمر بن سعد نحو الحسين في ثلاثين ألفا وعلى الميمنة عمر بن الحجاج الزبيدي وعلى الميسرة شمر بن الجوشان وعلى الخيل عزرة بن قيس وعلى الرجالة شبث بن ربعي والرايته مع ذويب مولاه وأقبلوا يجولون حول البيوت فيرون النار تغطرموا في الخندق فنادى شمر بأعلى صوته يا حسين تعدلت بالنار قبل يوم القيامة فقال الحسين من هذا كأنه شمر بن ذي الجوشان قيل نعم فقال له يا ابن راعية المعدى أنت أولى بها مني صليا ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسعم فمنعه الحسين وقال أكره أن أبدأهم بقتال بعد هذه المقدمة الوجيزة صار واضحا على الأقل على الأقل صار موقفي واضحا من هذين الكتابين وصار موقفي واضحا مما يتبناه مراجع الحوزة الطوسية في النجف وكربلة من هذين الكتابين الشريفين سأخف معكم في هذه الحلقة عند كتاب سليم بن قيس وسأترك الحديثة عن تفسير إمامنا الحسن العسكري لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى لخصت لكم في ملاحظات أهم المطالب التي تحدث عنها كتاب سليم أولا هذا الكتاب وثيقة قديمة ودليل قطعي إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فاجمعوا أقوال مراجع النجف وكربلة وألقوا بها في كنيف المراحيط كتاب سليم بن قيس برغم التحريف وبرغم الحرب الشعواء التي تشن عليه وثيقة قوية تأتي منسجمة مع حقائق القرآن تأتي منسجمة مع واقع نعيشه اليوم نتحسسه بمشاعرنا وأحاسيسنا ومع واقع معروف في كتب التأريخ على الأقل في خطوطه الإجمالية إذا كنا لا نقبل التفاصيل والجزئيات على أي حال الملاحبة الأولى العداء الواضح الواضح جدا بين الصحابة والعترة وهو عداء شديد إلى أبعد الحدود العترة يبرؤون من الصحابة براءة كاملة ويلعنونهم وصحابة سلبوا حقوق العترة بشكل كامل على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي وهم مستمرون في سعيهم لإبادة العترة لقتلهم لتصفيتهم بنحو جسدي وفعلوا هذا فعلوا هذا فاطمة قتلوها علي قتلوا الحسن قتلوا الحسين قتلوا وهكذا أولاد الحسين من الأئمة المعصومين قتلوهم ولقد بحث العباسيون كثيرا عن إمام زماننا ولو كانوا قد ظفروا به لقتلوه هذا هو الواقع الذي جرى في التأريخ والذي نتحسس آثاره إلى اليوم في واقعنا الذي نعيشه إذن الموضوع الأول الذي جاء مذكورا وموثقا وبالتفاصيل في كتاب سليم بن قيس العداء الحاد والشديد فيما بين الصحابة والعترة هؤلاء الذين يحاولون أن يظهروا أن صفاء كان موجودا بين العترة والصحابة يضحكون على أفوسهم يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الذين يصدقونهم أيه صفاء أي صفاء أمير المؤمنين لو توفرت له الظروف لقتلهم لقتله وهم حاولوا قتله ولكنهم ما استطاعوا هذه هي الحكاية من الآخر هم حاولوا قتله حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآن حاولوا قتله وما استطاعوا وبعد أن أسسوا السقيفة حاولوا قتله لكن الأمور لم تأتي بحسب ما أرادوا فاطمة قتلوها علي قتلوا الحسن قتلوا الحسين قتلوا العترة قتلوها بالكامل إما الصحابة أو أبناؤهم إما التابعون أو أبناؤهم هذا هو الذي جرى على أرض الواقع هذه قضية ثابتة وعلى الذي يريد أن يبحث عن الحقيقة عليه أن يضع هذا الموضوع نصب عينيه وإلا كيف سيصل إلى الحقيقة هناك عداء واضح وعداء سافر وعداء شديد هناك براءة قطعية ولعن قطعي من قبل العترة للصحابة وهناك سعي من قبل الصحابة لقتل العترة وعبادتها والذي يقول لكم غير ذلك إن كان من الشيعة أو كان من السنة فإنه كذاب أكان جاهلاً بالأمر أم لم يكن بالنتيجة فإن قوله هذا كذب في كذب في كذب وأنا أقول للشباب السني الذي يبحث عن الحقيقة اقرأوا هذا الكتاب اقرأوه اطلعوا عليه اقرأوه واطلعوا على التفاصيل الدقيقة صدقوني الشيعة شباب الشيعة لا يعرفون التفاصيل الدقيقة الموجودة في كتاب سليم بن قيس لماذا؟ لأن المراجع الطوسيين السفهاء واللعناء وقفوا حائلاً فيما بين الشيعة وبين الاطلاع على ثقافة العترة في مصادرها الأصلية قطعوا قطعوا الطريقة فيما بين الشيعة وبين دين العترة الطاهرة أقولها لكم يا شباب السنة اقرأوا هذا الكتاب اقرأوا كتاب سليم بن قيس ودقيقوا ودقيقوا النظر فيه قد تجدون فيه شيئاً صحيحاً بالنسبة لكم اطلعوا على التفاصيل وعودوا إلى كتب التأريخ ستجدون آثار الجرائم موجودة في كتب التأريخ لن تجدوا التفاصيل كاملة التأريخ محرف ومزيف لكن آثاراً من آثار تلك الجرائم لا زالت موجودة في كتب التأريخ وفي كتب التأريخ السني إلى هذه اللحظة اجمعوا بين الحقائق التي تذكر في كتاب سليم وبين تلك الآثار التي تأتي متعاضدة في المضمون مع الذي يتحدث عنه كتاب سليم مع ملاحظة أن الكتاب تعرض للتحريف والذي بأيدينا هو ما بقي منه مع تحريف كبير وتصحيف لكن الحقيقة لا زالت محفوظة في طوايا هذا الكتاب النقطة الثانية الانقلاب على بيعة الغدير لم يكن الأمر نكثاً بالبيعة إنما هو انقلاب كامل هناك مخطط مسبق وهناك بيعة كاذبة حينما بايعوا أمير المؤمنين في الغدير كانوا يبايعون بيعة كاذبة لأنهم قد اتفقوا على أن الأمر بعد رسول الله لن يكون في بني هاشم وبالدقة لن يكون علي هو الذي يتولى الأمر بعد رسول الله والنبي قال لأمير المؤمنين إذا وجدت أنصاراً فقاتلهم وإذا لم تجد أنصاراً فاصبر فما وجد الأمير أنصاراً هذه التفاصيل ستجدونها كاملة في كتاب سليم بن قيس الانقلاب على بيعة الغدير وارتداد الأمة الكتاب أيضاً يتحدث عن ارتداد الأمة وإنما ارتدت الأمة حينما انقلبت على بيعة الغدير فهذان الأمران مرتبطان ببعضهما ولا ينفك أحدهما عن الآخر الانقلاب على بيعة الغدير وارتداد الأمة ثالثاً جريمة قتل الزهراء مع كل أنواع الظلم الذي مارسوه بحق الزهراء حتى قتلوها وقتلوا جنينها واغتصبوا حقوقها المادية مثل ما تقول الصديقة الكبرى من أن أيامها صارت السوداء مظلمة من أن وقتها صار وقتاً مظلماً هيمن الظلم والجور على جميع جهات حياتها وهكذا وهكذا قضت سؤال واضح سؤال واضح سؤال واضح لماذا لازال قبر قبر الزهراء مضيعاً لا نعرفه لماذا صبت علي مصائب هكذا تقول فاطمة صبت علي مصائب لو أنها لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا هكذا قضت وقتها إلى أن رحلت عن هذه الدنيا بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب يحدثنا عن جريمة قتل فاطمة وعن صنوف الظلم الذي صب عليها من قبل صحابة السخيفة بني ساعد لعن الله ظالم فاطمة وآل فاطمة لعن الله قاتل فاطمة وآل فاطمة اللهم عذبهم عذاباً يستغيث منه أهل النار هذه كلمات أمير المؤمنين في دعاء صنمي قريش اللهم عذبهم عذاباً يستغيث منه أهل النار هذا ما هو كلامي هذه كلمات سيد الأوصياء في قنوته في الصلاة فدعاء صنمي قريش هو دعاء قنوته في الصلاة الملاحبة الرابعة الأئمة الاثنى عشر وحديث الثقلين الأئمة الأئمة الاثنى عشر وحديث الثقلين مساحة واسعة في كتاب سليمي ابن قيس برغم قلة ما وصل إلينا منه ومع ذلك فهناك مساحة واسعة للحديث عن سلسلة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليه خامسا هناك تركيز واضح على حديث الفرقة الناجية وسادسا وسادسا وهي الملاحظة الأخيرة حديث عن مفردات عقيدة دين العترة الطاهرة كالرجعة والشفاعة ومفردات 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 أخرى هناك وأما أمه عاد عاد أمه رأي جنينة قل لا يا بني يا بني عبد الله على فرقة صبر فنة ودرة فداية للك حال نياحة نياحة تقلت سيدة يا جهر حظر نعزيح صبر فنة ودرة فداية يا زين يا زين قل لي الحرما لو يا يا والين يا شغ علي كيف سهم ورماك يا بني يا بني التسر قلبي بشرطة كسر خاطر مذبوح شبت هي كسر خاطر مذبوح شبت عبد شر قل لني بيرني العمر عقشان ولسانك دلات والماء ما ادري بني كثير من المجلس ابو فامل يعلم ما حقول شي يدري بهو كأنه اشارها يقول صاحب العمر واللي على الجمعة التعزي إله هلو يعك العزي سيدي ماذا يهيجم إن صبرت لوقعة الضب القضيعة أترا تجيئ فجيئة يا صاحب الامر حيث الحسين على الزراء خير الوزع سيدي العالم التفتي لقد حاجتك لازم يكون توصل الهو الجواب محاضر الآن تم إذا التعرض للبيت تجي الوقت آخر جاوبك ما مطالع حتى يوم راح يجي لنام هذا العالم بالرؤية رأى الكسي سفتي قال إذا تاكز إن وسهلك عن ولدي قل له ولدي قبر على صدري يا غريب يا مظلوم آه شبتي وشبت من عدكم رضي ذكر حفظ للرواح من الموضوعات المهمة التي تناولها كتابه سليم بن قيس بحسب هذه الطبعة التي بين يدي والتي أنصحكم أن تقتنوها هناك الكثير والعديد من طبعات هذا الكتاب لكن الطبعة هذه هي الطبعة الأفضل هذه الطبعة هي الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري وهي تتألف من ثلاثة أجزاء طبعة الطبعة التي لدίζها annon الطبعة التي التي عندي طبعة مؤسسة نشر الهادي قموا المقدسة الطبعة ذات الأجزاء الثلاثة وبتحقيق محمد باقر الأنصاري هذه الطبعة هي الأكثر فائدة والأكثر نفعا الجزء الأول مقدمات في التحقيق والجزء الثالث فهارس لكن النص موجود في الجزء الثاني وهذا هو الجزء الثاني بين يدي الجزء الأول مقدمات تحقيق والجزء الثالث فهارس للكتاب أما النص الذي تحتاجونه فهو موجود في الجزء الثاني من الموضوعات المهمة التي تناولها هذا الكتاب أعني كتاب سليم بن قيس موضوع الصحيفة المشؤومة الصحيفة البغيضة الملعونة حينما اتفق كبار الصحابة مجموعة منهم على كتابة صحيفة معاهدة فيما بينهم ألا يكون الأمر في بني هاشم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهناك تفصيل في الموضوع ذكره هذا الكتاب صفحة خمسمية وتسعة وثمانين بحسب هذه الطبعة لأن تسلسل الصفحات ابتدأ منذ بداية الجزء الأول الذي كان يشتمل على مقدمات التحقيق الأجزاء الثلاثة رقمت بترقيم واحد بتسلسل واحد صفحة خمسمية وتسعة وثمانين وكذلك في صفحة سبعمية وسبعة وعشرين يتحدث الكتاب عن الصحيفة المشؤومة التي كتبها الصحابة وعنها يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والكلام مرده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كتب الكتاب قتل الحسين إنها الصحيفة المشؤومة الملعونة البغيضة التي كتبها الصحابة صفحة خمسمية وتسعة وثمانين وصفحة سبعمية وسبعة وعشرين أما الحديث عن جريمة قتل فاطمة ماذا فعلوا وكيف نفذوا جريمتهم النكرى فهذا جاء بحسب الطبعة التي بين يدي صفحة خمسمية وأربعة وثمانين وما بعدها وجاء أيضا في صفحة ثمانمية وأربعة وستين وما بعدها وجاء أيضا في صفحة تسعمية وسبعة سأقرأ عليكم شيئا مما جاء في صفحة تسعمية وسبعة ثم أقبل على ابنته من هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ثم أقبل على ابنته هذه اللحظات الأخيرة الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أقبل على ابنته فقال إنك أول من يلحقني من أهل بيتي وأنت سيدة نساء أهل الجنة وسترين بعدي ظلما وغيظا حتى تضربي ويكسر ضلع من أضلاعك لعن الله قاتلك لأنك مقتولة يا فاطمة قتلوك يا فاطمة والله قتلوك قتلوك إلا أن اللعناء من أتباع السقيفتين ينكرون هذا ينكرون هذا والله قتلوك يا فاطمة بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامجي الذي شحنته بالوثائق والحقائق وعنوانه قتلوك يا فاطمة قتلوك يا فاطمة إي والله قتلوك يا فاطمة وسترين بعدي ظلما وغيظا حتى تضربي هذا النبي يقول لفاطمة حتى تضربي ويكسر ضلع من أضلاعك لعن الله قاتلك ولعن الآمرة والراضي والمعينة والمظاهرة عليك إنهم أهل المدينة جميعا هذا موقف أهل المدينة حينما هجم عمر وخالد بن الوليد والمغيرة ابن شعبة ومن معهم على دار فاطمة وقتلوا فاطمة هذا هو موقف أهل المدينة ولذا فإن علي صلوات الله وسلامه عليه ما إن وجد فرصة أن يخرج من ذلك المكان المشؤوم إنه مشؤوم بأهله المشؤومين مشؤوم بشؤم الصحابة وإلا في المدينة أطهر أرض برسول الله صلى الله عليه وآله هذه أرض محمد لكن الحياة تتلون بلون الزمان والزمان يتلون بلون أبنائه بلون الناس وسترين بعدي ظلما وغيظا حتى تضربي ويكسر ضلع من أضلاعك لعن الله قاتلك ولعن الآمرة والراضية والمعينة والمظاهرة عليك وظالم بعلك وابنيك الكلام واضح واضح فاطمة قتلت تريدون أن تعرفوا طريقة قتلها فعودوا إلى المواطن التي أشرت إليها أما الحديث عن الأئمة الاثني عشر فقد جاء في صفحة ستمية وستعش بحسب الطبعة التي بين يديه ستمية وتسعة وخمسين ستمية وسبعة وعشرين سبعمية وستة سبعمية واربعة وثلاثين ثمانمية وخمسة وعشرين ثمانمية وسبعة وثلاثين ثمانمية وسبعة وخمسين ثمانمية وسبعة وسبعين تسعمية وستة تسعمية واثنين وعشرين تسعمية واربعة وعشرين تلاحظون الكمة الهائلة من المواطن التي تحدث فيها الكتاب بأحاديث رسول الله عن الأئمة الاثني عشر مع أن الكتاب محرف وضاع الكثير منه ما وصل إلينا من كتاب سليم وهذا الكم الهائل من الحديث عن الأئمة الاثني عشر حتى تعرف كم تحدث رسول الله ولذا فإن الصحابة ما استطاعوا أن يحذفوا هذه الحقائق حرفوها حرفوها ومر هذا علينا في صحيح البخاري وكيف حرف الحديث فحرفوا الأئمة أتحدث عن اللفظ إلى الأمراء وحرفوا ما قاله النبي من أنهم من بني هاشم إلى قريش وهكذا وبعد ذلك رجعوا فشرحوا الأحاديث في أبي بكر وعمر وخلفاء بني أمي لعنة الله عليه هذا الكتاب مع أنه لم يصل إلينا كاملا وصل إلينا مجزوءا ناقصا محرفا ومع ذلك كل هذا الكلام عن الأئمة الاثني عشر صفحة ستمية وستعاش ستمية وتسعة وخمسين ستمية وسبعة وعشرين سبعمية وستة سبعمية واربعة وثلاثين ثمانمية وخمسة وعشرين ثمانمية وسبعة وثلاثين ثمانمية وسبعة وخمسين ثمانمية وسبعة وسبعين تسعمية وستة تسعمية واثنين وعشرين تسعمية واربعة وعشرين سأقرأ ما جاء في صفحة ستمية أو تسعة وخمسين على سبيل المثال حديث طويل فيما بين أمير المؤمنين وطلحة ثم قال طلحة وهو يناقش أمير المؤمنين ثم قال طلحة فأخبرني عما في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة فأخبرني عما في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك من الذي سيكون في المقام نفسه من بعدك طلحة يقول لأمير المؤمنين قال عليه السلام إلى الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أدفعه إليه قال من هو؟ قال وصيي وأولى الناس بالناس بعدي ابني هذا الحسن ثم يدفعه ابني الحسن عند موته إلى ابني هذا الحسين ثم يصير إلى واحد بعد واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضة إنه حديث الثقلين هذا مضمون حديث الثقلين فإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض حتى يرد آخرهم وهو قائم آل محمد على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضه وهم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقونه ولا يفارقهم أما إن معاوية وابنه سيليان بعد عثمان الحديث عن يزيد أما إن معاوية وابنه سيليان بعد عثمان ثم يليهما سبعة من ولد الحكم ابن أبي العاص من هم هؤلاء؟ مروان بن الحكم ومن بعده عبد الملك ابن مروان ومن بعده الوليد ابن عبد الملك ومن بعده سليمان ابن عبد الملك ومن بعده عمر بن عبد العزيز وعبد العزيز هذا هو ابن مروان ومن بعده يزيد ابن عبد الملك ومن بعده هشام ابن عبد الملك فهؤلاء سبعة مع معاوية ويزيد تسعة مع عثمان عشرة مع أبي بكر وعمر اثنى عشر هؤلاء أئمة الضلال الاثنى عشر الذين حولوهم إلى الأمراء الذين يأتون من بعد رسول الله هذا الكتاب مشحون بالحقائق الواقع على الأرض يصدق حقائق هذا الكتاب فليخس مراجع النجفي وكربلاء كما تخس الكلاب وهم يحاربون حقائق دين العترة الطاهرة أما إن معاوية وابنه سيليان بعد عثمان ثم يليهما سبعة من ولد الحكم ابن أبي العاص واحدا بعد واحد تكملة اثني عشر امام ضلالة وهم الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره حينما رآهم ينزون نزو القرد وهم الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره يردون أمته على أدبارهم القهقرة هذه ألفاظ أحاديث ارتداد الصحابة القهقرة على أدبارهم عشرة منهم من بني أمية من هم هؤلاء العشرة؟ عثمان عثمان من بني أمية عثمان بن عفان معاويته ابن أبي سفيان يزيد بن معاوية مروان ابن الحكم وأولاده إلى هشان هؤلاء عشرة عشرة منهم من بني أمية ورجلاني أسسا ذلك له أبو بكر وعمر ورجلاني أسسا ذلك لهم وعليهما على هذين الرجلين أبي بكر وعمر وعليهما مثل أوزار هذه الأم فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة كلام منطقي حقيقي ينسجم مع حقائق القرآن التي بيّنتها لكم في الحلقات المتقدمة وينسجم مع منطق التأريخ الواضح وينسجم مع كل ثقافة العترة في زياراتهم وأدعيتهم ومناجياتهم وما جاء في خطبهم ورواياتهم وأحاديثهم فهناك سلسلة الأئمة الاثني عشار إنهم العترة الطاهرة وهناك سلسلة الأئمة الاثني عشار إنهم أئمة النار أئمة جهنم هؤلائهم ما الذي جرى الذي جرى على أرض الواقع حرفت الأحاديث وقيل من أن الاثني عشار الذين يأتون بعد رسول الله ويكونون سببا في عز الإسلام إنهم هؤلاء أئمة النار وصاروا أئمة للأمة هذا هو الذي جرى على أرض الواقع كما قلت لكم سقيفة بني ساعدة تكذب مثل ما كذبت في السابق فلا زال الأتباع يكذبون بدرجة مئة بالمئة بينما سقيفة بني طوسي تكذب بدرجة مئة وعشرين بالمئة في أقل الاحتمالات وإلا فإن كذبها أكثر من هذا بكثير بكثير نذهب إلى فاصل شممت ثراك شممت ثراك فهبا نسيم نسيم الكرامة من بلقعي وعفَّرْتُ خَدِّي وعفَّرْتُ خَدِّي بحيث استراحة خَدٌ تَفَرَّ 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 وَلَمْ يَضْرَعِي وَعَفَّرْتُ خَدِّي وَعَفَّرْتُ خَدِّي جَالَتْ أَلَيْهِ وَلَمْ يَخْشَعِي حَمْرَى مَبْتُورَةَ الْإِصْبَعِي كَأَنَّ يَدًا مِنْ وَرَاءِ الضَّرِيْحِ حَمْرَى مَبْتُورَةَ الْإِصْبَعِي حديث الفرقة الناجية والذي جاء مركزاً في كتاب سليم بن قيس بحسب الطبعة التي بين يديه صفحة 605 قال أبان قال سليم سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول هذا الكتاب نقل مضامينه سليم عن العترة الطاهرة وعن أوليائهم المقربين ولذا فكله حقائق سليم توفي في السنة السادسة والسبعين للهجرة هو أقدم كتاب في المكتبة الشيعية وأول كتاب يشتمل على هذه الوثائق المهمة والحقائق الأساسية قال سليم سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إن الأمة ستفترق على 73 فرقة إثنتان وسبعون فرقة في النار وفرقة في الجنة وثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين تنتحل محبتنا أهل البيت واحدة منها في الجنة واثنة عشرة في النار هذه التفاصيل ضرورية جداً للذي يبحث عن الحقيقة إن الأمة ستفترق على 73 فرقة 72 فرقة في النار وفرقة في الجنة وثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين تنتحل محبتنا تنتحلها تعتقدها وثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين تنتحل محبتنا أهل البيت واحدة منها في الجنة واثنة عشرة في النار الكلام هو هو الحديث طويل مفصل حيث يقول أمير المؤمنين وجميع تلك الفرق الاثنتين والسبعين هم المتدينون متدينون عندهم دين هم المتدينون بغير الحق الناصرون لدين الشيطان الآخذون عن إبليس وأوليائه إلى آخر ما قاله أمير المؤمنين هناك ناطقان هناك ناطق ينطق عن الله يؤخذ منه دين الله إنهم أئمتنا المعصومون وهناك ناطق ينطق عن الشيطان يؤخذ منه دين الشيطان ودين الشيطان هذا تجلى في السقيفتين في سقيفة بني ساعدة وفي سقيفة بني طوسي لأنهم وضعوا منهجا شيطانيا واضحا واضحا وحاربوا هذه الحقائق الناصعة البيينة الكلام هو هو في صفحة 803 من الطبعة التي بين يدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن الفرق ثلاثة عشرة فرق من الثلاث والسبعين كلها تنتحل مودتي وحبي أمير المؤمنين يقول ثلاثة عشرة فرق من الثلاث والسبعين كلها تنتحل مودتي وحبي واحدة منها في الجنة واثنتا عشرة منها في النار والكلام هو هو يأتي في صفحة 913 أمير المؤمنين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تفرقت اليهود على 71 فرقة 70 منها في النار وواحدة في الجنة وهي التي تبعت وصي موسى وتفرقت النصارى على 72 فرقة واحدة وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي التي تبعت وصي عيسى وأمتي تفترق على 73 فرقة اثنتان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة وهي التي تبعت وصي النبي يقول صلى الله عليه وآله ثم ضرب النبي الأعظم بيده على منكب علي صلوات الله وسلامه عليه ثم قال أمير المؤمنين يقول 13 فرقة من الثلاث وسبعين كلها تنتحل مودتي وحبي واحدة منها في الجنة واثنتا عشرة في النار هذا الحديث يأخذنا إلى الكافي الشريف إلى الجزء الأول من الكافي للكلين المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين سليم ابن قيس متوفى سنة ستة وسبعين للهجرة والكلين اعتمد على نقل سليم الكلين في هذا الباب الذي عنوانه باب في الغيبة الجزء الأول من الكافي إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة السابعة والسبعين بعد الثلاثمئة إنه الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن المفضل بن عمر وهو يحدثنا عن إمامنا الصادق إنه حديث الرايات المشتبهة الحديث فيه تفصيل لا أريد أن أقرأ الحديث بكامله وقد قرأته عليكم مرارا وكرارا وشرحته وفصلته في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج إمامنا الصادق يقول ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي هناك من يقرأها مشتبهة ولكن القراءة الصحيحة مشتبهة مشتبهة توحي بأنها على الحق مشتبهة إنها مشتبهة في نفسها فالرواية لا تتحدث عن اشتباه هذه الرايات في نفسها وإنما الحديث عن الإحاءات التي تصل إلى الناس هذه رايات مشتبهة كأنها على الحق ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال فبكيت المفضل ابن عمر عراقي كوفي وهذه الرايات موطنها العراق ستخرج في العراق وهذه الرايات تنتحل مودته وَلَتُرْفَعَنَّ لَا شَمْسٍ دَاخِلَةٍ وَهُونَ مثلما يحدثنا إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهما إنها رواية التقليد وهؤلاء علماء السوء إنهم مراجع التقليد عند الشيعة وهؤلاء علماء السوء الناصبون هؤلاء ناصبوا سقيفة بني طوس وهؤلاء علماء السوء الناصب المشبهون بأنهم لنا موالون يظهرون أنهم على ولاية علي وآل علي ولكنهم في الحقيقة على منهج مخالف وإن كانوا يحبون علي وآل علي مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا صلوات الله عليه للشيعة في هذا العصر طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وهذا المعنى ينطبق على مراجع النجفي وكربلاء انطباقا كاملا فإنهم يطلبون المعارف من غير طريق أهل البيت فهم في حالة إنكار لإمامتهم وولايتهم ولذا فهم يظهرون أنهم على دين العترة وهم لا يفقهون شيئا من دين العترة أبدا الدليل كتبهم الدليل رسائلهم العملية الدليل منهجهم الدليل حوزتهم الدليل فضائياتهم التي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد بل في الحقيقة هم يحاربون دين العترة الطاهرة في جميع هذه الاتجاهات في كتبهم في حوزاتهم في دروسهم عبر وكلائهم وعبر فضائياتهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون يشبهون على الشيعة بالضبط كما هو الحال في هذه الرايات ولترفعن اثنة عشرة راية مشتبهة هذه رايات هؤلاء هم قادتها هؤلاء المراجع هذه رايات المراجع كل مرجعية تمثل راية وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع منذ منذ بداية تأسيس المذهب الطوسي اللعين ومنذ بداية تأسيس حوزة النجف اللعين سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة نذهب إلى فاصل ثم إن الحسين ركبا فرسا وأخذا مصحفا ونشره على رأسه ووقفا بهداء القوم وقال يا قوم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي وجرعه وعمامته فأجابوا بالتصديق فسألهم عما أقدمهم على قتله قالوا طاع أهل الأمير عبيد الله بن زياد فقال عليه السلام تبا لكم أيتها الجماعة وترحا أحين استصرحتمون وأهله فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحنا على عدونا وعدوكم فأصبحتم ألبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا عمل أصبح لكم فيهم فألا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجاش طام والرأي لما يستسحف ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتافة الفراش ثم نقضتموها فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشداد الأحزاب ونبلة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الآيق ونفذة الشيطان ومطفى السنن ويحكم أولئي تهضدون وعنها تتخاذلون أجل والله غدر فيكم قديمون وشجت عليه أصولكم وتأذرت فروعكم فكنتم أخبثا ثمر شجن للناظر وأكلة للغاصر ألا وإن الدعي ابن الدعي يعني ابن زياد قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهاك من الذلة يعبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبيا من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ألا وإني داحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر لقطة مهمة جدا ألتقطها لكم من كتابي سليم بن قيس وأجعلها اللقطة الخاتمة صفحة تسعمية وثمانية وثلاثين بحسب الطبعة التي بين يدي سليم ابن قيس ينقل لنا هذه الصورة عن إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه سليم ابن قيس يقول قام الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام على المنبر حين اجتمع مع معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلا ولم أر نفسي لها أهلا حينما حدثت الهدنة فيما بين معاوية وإمامنا الحسن هذه أراجيف معاوية ودعايات معاوية أيها الناس إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلا ولم أر نفسي لها أهلا وكذب معاوية ومعاوية يسمع أنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبي الله في كتاب الله في منظومة الإمامة التي حدثتكم عن جانب منها في الحلقات المتقدمة فأقسم بالله لو أن الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها ولما طمعت فيها يا معاوية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجع إلى ملة عبدة العجل هذا القانون خطير وهو الذي انطبق على هذه الأمة حينما تركوا علي وذهبوا إلى أبي بكر فذهب أمر الأمة سفالا ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ملة عبدة العجل وقد ترك بنو إسرائيل هارون واعتكفوا على العجل أطاعوا السامري وما قيمة السامري وما قيمة علمه وإن كان من أهل العلم في بني إسرائيل بالقياس إلى هارون أطاعوا السامري وعبدوا العجل وقد ترك بنو إسرائيل هارون واعتكفوا على العجل وهم يعلمون أن هارون خليفة موسى وقد تركت الأمة عليا وقد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة فلا نبي بعدي وقد هرب رسول الله صلى الله عليه وآله من قومه وهو يدعوهم إلى الله حتى فر إلى الغار ولو وجد عليهم أعوانا ما هرب منهم ولو وجدت أعوانا ما بايعتك يا معاوية لكن الأمة غدرت بإمامنا الحسن مثلما غدروا ببيعة الغدير أمة خائنة هذه أمة ملعونة لم يزل إلى هذه اللحظة أمرها يذهب سفالا ولو وجدت أعوانا ما بايعتك يا معاوية وقد جعل الله هارون في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه ولم يجد عليهم أعوانا وقد جعل الله النبي في سعة حين فر من قومه لما لم يجد أعوانا عليهم وكذلك أنا وأبي في سعة من الله حين تركتنا الأمة وبايعت غيرنا ولم نجد أعوانا وهذا الأمر هو هو يجري في زمان الغيبة بخصوص ظهور إمام زماننا حتى يستفرغ الحجج على هذه الأمة وكذلك أنا وأبي يتحدث عن أمير المؤمنين في سعة من الله حين تركتنا الأمة وبايعت غيرنا ولم نجد أعوانا وإنما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضا أيها الناس إنكم لو التمستم فيما بين المشرق والمغرب لم تجدوا رجلا من ولد النبي يتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله لم تجدوا رجلا من ولد النبي غيري وغير أخي يشير إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهما وعلى أمهما وعلى أبيهما وعلى جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله كلمة خطيرة التي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجع إلى ملة عبدة العجل وهذا هو الذي جرى في الواقع السني وفي الواقع الشيعي صحيح أن الحديث ينطبق على الإمام المعصوم الحديث هذا ينطبق على الإمام المعصوم في أصل معناه الحقيقي فحينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه يشير إلى علم الإمام المعصوم لأن علم غير المعصوم حتى حتى لو كان أعلم من الحاكم فهو علم ناقص لن يكون علما كاملا في جميع الجهات قد يكون أعلم منه في جهة وربما يكون الذي تصدى للحكم أعلم من هذا العالم في جهة أخرى الحديث في أصله عن الإمام المعصوم وعن علم الإمام المعصوم لأن علم غير المعصوم ما هو بعلم كامل وله بعلم صادق ومطابق للواقع في جميع اتجاهاته مهما كان العالم الذي يوصف بالعالمية بالأعلمية بأي وصف من غير المعصومين فما هو بعالم حقيقي من هنا جاءت الأحاديث عنهم بلسان الحقيقة يقولون نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون من هم شيعتهم سلمان المحمدي أمثال سلمان المحمدي هؤلاء هم المتعلمون أما أصحاب العمائم في النجف وكربلاء فهؤلاء هم أجهل الجهلة في هذا السوق بهذه الموازين نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون شيعتهم من أمثال سلمان هم يقولون صلوات الله عليهم من أن سلمان المحمدية هو أعلم الأمة أعلم الأمة بالقياس إلى علم الأمة أما بالقياس إلى محمد وآل محمد فلا وجه للمقايسة بين سلمان وبين الأمة الأطهار هو من شيعتهم هو من عبيدهم من صبيانهم قولوا ما تشاءون نحن العلماء العلماء الحقيقيون الذين علمهم معصومون وعلمهم صادقون وعلمهم حقيقيون ولا يوجد خلل في علمهم في أي جهة من الجهات هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم رسول الله في كلمته هذا ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم من إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجع إلى ملة عبدة العجل هذه الأمة استلمها أبو بكر واستمر الأمر ولا زال أمرها يذهب سفالا هذه أمة هي في أسفل السافلين هي في أحض الحضيط هذا هو الواقع الذي نحن عليه في الشق الشيعي وفي الشق السني قد يقول قائل من أن الشق الشيعية يتمسك بإمامة صاحب الزمان هذا كلام يقال على أرض الواقع أين هذا التمسك لقد عزلوا دين العترة عزلوا تفسير العترة عزلوا عقائد العترة وذهبوا إلى عقائد النواصب صحيح أن الحديث يرتبط بعلم المعصوم الذي عند المعصوم لكننا نستطيع أن نستشرف هذا المعنى أيضا في فناء هذا الحديث علم المعصوم الذي بين لنا في تفسيرهم لقرآنهم وفي بيانهم لعقائدهم وفي رواياتهم وأحاديثهم وخطبهم وكلماتهم وأدعيتهم وزياراتهم هذا هو علمهم الذي بين لنا ويجب علينا أن نأخذ علمنا من هذه المصادر حينما نتركه ونذهب إلى مصدر آخر الكلام هو هو فإننا سنعود سفالا إلى ملة عبدت العجل وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي الشيعة عبدت عجولها البشري لأن العجول هؤلاء أعرضوا عن العلم الحقيقي وذهبوا يبحثون في مزابل النواصب هذه الحقيقة المقشرة الواضحة خذوا هذا الحديث وطبقوه على التأريخ فإنه ينطبق انطباقا حقيقيا على الأمة حين تركت آل محمد وذهبت إلى كل مأبون وإلى كل ابن عاهرة وإلى كل قواد ونصبوهم خلفاء إلى أبناء الحرام وأبناء السفاع إلى الخمارين وإلى المأبونين وإلى اللواطين هذا هو تأريخ أعداء العترة الطاهرة اقرأوا تأريخ الأمويين وقرأوا تأريخ العباسيين وقرأوا تأريخ الصحابة حينما كانوا في الجاهلية عوائلهم سفالتهم حقارتهم هذا هو الذي جرى ولذا فإن الأمة صارت عابدة للعجول الشيعة كذلك حينما تركوا دين العترة الطاهرة مثل ما بيّن إمام زماننا ذلك للشيعة في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ذهبتم في طريق آخر ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ذهبوا في طريق بعيد فضل أولئك العلماء الذين يقال لهم علماء وأضل الشيعة معه هذه هي الحقيقة التي جرت منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة نذهب إلى فاصل فاصل قلبي قلبي وبصعي بحاملك يا عبد الله شكث وربارك قلبي وبصعي بحاملك يا عبد الله القلب غذأك وانت سلويت بوقتك يا عبد الله شكث ورناغ يوم ابن غير شفتك أقول تعود يا عبد الله أقول تعود يا عبد الله ودهري خيب آمر يا عبد الله يا عبد الله أهد ما دهك يا عبد الله أهد ما دهك يا عبد الله وعاين وعاين عن ما هدخاني يا عبد الله يا عبد الله أهد ما دهك يا عبد الله يا عبد الله بعدي صواب قلبي لا تعيضين يلتم يا عبد الله بعدي صواب قلبي لا تعيضين يلتم يا عبد الله يا عبد الله القلوب لهاب عليك وعين يتهم الدم يا عبد الله يا ريح يلهاب يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله في الكاف الشريف في الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الخمسين إنه الحديث السادس بسنده بسند الكليني عن بشير الدهان قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا لا يتفقه من أصحابنا يتفقه في دين العترة لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة من المعتقدين بدين العترة يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم احتاج إلى مخالفي العترة الطاهرة فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم هذا هو الذي جرى على الشيعة ولا زال يجري المراجع لا يعلمون بهذه الحقيقة وحتى بعد أن علموا وحتى بعد أن علموا خبث سريرتهم وحبهم وعشقهم للدنيا وللأموال والمناصب شهواتهم في هذا لكبار السن منهم أما شبابهم فشهواتهم في شأن آخر يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم من هنا كان ضلال الشيعة احتاجوا إلى النواصب لماذا احتاجوا إلى ثقافة النواصب لأنهم أعرضوا عن ثقافة العترة الطاهرة فلجأوا إلى العيون الكدرة الوسخة وعبوا منها عبا كلام منطقي واضح جدا ولكن مع من نتحدى لا يوجد شريف واحد فيهم والله لا يوجد شريف واحد فيهم لو كان فيهم من شريف وعد لقال كلمة ينصر فيها الحقيقة والحق شياطين هؤلاء من كبيرهم إلى صغيرهم سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة يعلمون أنهم على ضلال ويضحكون على الناس ويصرون على إضلال الناس لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة من شيعة العترة إذا لم يستغني بفقهه يحتاج إليهم يحتاج إلى نواصب سقيفة بني ساعد فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم الحديث التاسع في الصفحة نفسها ومن الباب نفسه بسنده بسند الكليني عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل قال الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد العبادة هنا والدين هنا في المعرفة أولا وقبل طقوس العبادة ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر العبادة من دون التفكر لا خير فيها والتفكر يعتمد اعتمادا من أوله إلى آخره على المعرفة والعلم العبادة من دون المعرفة لا معنى لها والعبادة من دون العلم لا معنى لها ولذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد الحديث الثامن بسنده بسند الكليني عن أبي حمزة إنه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد هذه الأرقام ما هي للتحديد الهندسي وللتشخيص الرياضي هذه الأرقام تدل على أن الأبواب مفتوحة مفتوحة لا تغلق وقت الحلقة انتهى تم الكلام في الوثيقة الأولى من وثائق الشمس هذا هو الجزء الأول الجزء الثاني يأتينا يوم غد حول الوثيقة الثانية الوثيقة الثانية تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ترجمة نانسي قنقر